والبعض يقول أن ليلة النصف من شعبان وأخيها قد يكون بدعة رأيي حضرتك رأيي أنه ده حضرتك جدل بيتجدد إثارته في كل موسم ويشكل في نظري يعني نمط من الثقافة المغلوطة التي فيها بقايا تأثر بفكر تيارات التطرف إحنا كل ما بيجي ليلة المولد النبوي بيتجدد الجدل إن إحنا نحتفل ولا ما نحتفلش كل ما ييجي ليلة الإسراء والمعراج نحتفل بها ولا ما نحتفلش كل ما ييجي ليلة النصف من شعبان هو إحياءها وإقامة الليلة بدعة ولا عمل صحيح أنا عايز أقول يا جماعة تجاوزوا مثل هذا النمط من الجدل الذي يحول مواسم الخير ونفحات المولى من أوقات تغتنم وتنهض فيها الهمم إلى المسابقة في الطاعة وتنشغل بالجدل إن إحنا نتعبد فيها ولا ما نتعبدش ونهن بللت المولد إنما ولا ما نهنيش ونحتفل أو ما نحتفلش أنا عايز إن إحنا نطوي صفحة هذه الطريقة من التفكير أنا عايز أقول إحنا عايزين نعظم الاستفادة من الأوقات الشريفة الفاضلة يعني إيه الأوقات الشريفة الفاضلة جاء الإمام البيهقي وألف كتاب اسمه كتاب فضائل الأوقات الفكرة اللي فيها إنه إزاي الإنسان يتشوف ويترقب ويرصد ويهتم باغتنام كل وقت فيه مظنة نفحة إلهية ولو على سبيل التقريب ولو على سبيل الظن لإنه الإنسان المتشوف بيعمل كده بيتتبع بيحرص بيسابق لعله وعسى لعله وعسى فيدرك ما هو ثابت من الأوقات الشريفة الفاضلة زي إيه زي يوم الجمعة زي وقت السحر زي أيام العيدين زي ليلة القدر هي ده مقطوع بيه ثابتة ورد في القرآن وسوله حتى نصل إلى ما فيه نوع خلاف زي إحياء ليلة النصف من شعر ما يجرى ما حدش هيزعل ما حدش هيزعل وبعد كده الباب واسع أنا مش بقولك إنه ده شئ ما فروض عليك بس بقول يا كل إنسان حريص على ربنا وعايز يسعى خل شأنك كل في كل الأوقات طاعة وخصوصا في الأوقات التي هي مظنة الإجابة لما ندور على ليلة النصف من شعبان نجد أن الإمام الشافعي مثلا يروي عنه البيهقي في سننه أن الشافعي قال بلغني أن خمس ليال يستجاب فيها الدعاء فذكر ليلة الجمعة وليلة أول رجب وليلة النصف من شعبان وليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى ووجدنا هذا الهدي منقول عن سيدنا عمر بن عبد العزيز كتب به إلى واليه على البصرة إنه اجمع الناس على هذه الليالي الأربعة وذكر ليلة النصف وليلة العيد الفطر وعيد الأضحى لما نلاقي الإمام الشافعي عد عليه المعنى ده وتقبله وعد على سيدنا عمر بن عبد العزيز وتقبله ثم نذهب لنفتش في الحديث فنجد كم ضخم من الأحاديث النبوية في فضل ليلة النصف بعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها شديد الضعف يبقى في حالة إجمالية في الشريعة لا تنكر ممكن تجادل في جزئيتها بس لما تجمع الشواهد كلها مع بعض لا ليلة النصف من شعبان لها فضل ونجد أن أئمة التابعين من علماء الشام على وجه الخصوص التابعين اللي هم ستكتلمزة الصحابة على طول سيدنا خالد بن معدان سيدنا مكحول سيدنا لقمان بن عامر ثم إمام أهل الشام الإمام الأوزاعي ثم إمام أهل الحديث الإمام إسحاق بن رهوية